نروح بقى الخربيش والسيد الكاميرا اول خربوش عندنا من مباراة البنك الاهلي والنادي المصر حاكم الراية احمد الكيال حسب رمي التماس للبنك الاهلي الحاكم محمد يوسف فوجئ باعتراضات من جانب الجهاز الفني بتاع المصري ضد القرار والحكاية والرواية يعني مدرب حراس المرمى راح ناحية الحاكم المساعد يعترض عليه ليه كلته؟ ليه كلته؟ عشان رمي التماس عشان رمي التماس مش عارف امتى امورنا هتبقى افضل من كده مش عارف والله ما بتشوف الكلام ده ابنى غير عندنا يعني اللي بعديها من مباراة سموحة والجونة اللقطة اللي هتشوفوها بعد حاكم محمود البنة مدى قرار بطرد كريم طارق لعب الجونة طبعا فوجئ ان اللعب بيحتك بيه ويعترض على قرار الطرد برغم ان حاكم الفيديو اقر بصحة الخطأ وبعدين خلي بالك ما هو الحاكم لو انت لمسته هيكتب في التقرير حاجة بدل ما توقف ماتش ممكن توقف اتنين او تلات واحيانا اذا حدث تهور من اللعب يتوقف اكتر من كده بكتير وحدثت قبل كده يعني خلي بالنا شوي صيد الكاميرا من مباراة الاسماعيلي واستان كامباني النهاردة اللي خلصت واحد واحد عبد الرحمن مجد اللعب الاسماعيلي راح لحمد الشيمي مدافع استان عشان اطمن عليه بعد الكرة الجامدة اوي اللي جات في وش الشيمي الحقيقة وكانت روح رياضية جميلة برافو يا عبد الرحمن يا مجدي طبعا هنا كان بيسدد كرة قوية مش قصده ابدا ان يتيجي في وش الراجل لكن في منتهى الروح الرياضية الجميلة راح يطمئن علي برافو برافو يا عبد الرحمن اخر صيد عندنا من مبارات المقاولون العرب وفاركو واللي انتهى طبعا فوز المقاولين 2-0 مع كل هدف من هدفي المقاولين شوق غريب المدير الفني الكبير بيروح يحتفل مع المهندس محمد عاد الفتحي المحترم المنشف عكورة ويأكد على صحة وجهة نظره ان الفريق قادر على احراز الهدف في مرمى فاركو اللي هو يعتبر اقوى خط دفاع في الدوري المصري فاركو لكن في المرة الاولانية بالاحضان المرة التانية بس راسه على فكرة كابتن شوق غريب قبل هذا التحدي لانه اسمه كبير اوي اوي وبيقول له والله لا اعادكو في الدوري وقبل هذا التحدي وهو قادر عليه وعمل نتائج رائعة حتى هذه اللحظة ويقترب بشدة كابتن شوق غريب من ابقاء المقاروة العرب في الدوري الممتاز مدرب كبير وخبرات كبيرة واشتغل مدير فني المنتخب وفي عز مجد منتخبنا مع كابتن حسن شحاطة ايضا اشتغل في مجموعة من الاندية وفي كل خطواته ناجح واوعى تنسى ان كابتن شوق غريب هو المدير الفني الوحيد في مصر اللي جاب ميدالية كاس عالم داخل اروقة اتحاد الكورة 2001 كاس العالم في الارجنتين هو الوحيد اللي داخل ميدالية عالمية في مقر اتحاد الكورة المصر يال